بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مدام ما بعد فهي سيدة حياتنا فيها التغيرات حصلت كتيرة وصدقنا السوشال ميديا ده عمل شوية تغيرات في حياتنا ودخل مفردات كتيرة في حياتنا المفردات دي بعضها ما حد جزاً أو بعضها كويس لأن ده حيي بعضها كويس قرب الناس البعاد لبعض وخلهم يقدروا يشوفوا بعض ويقدروا يتواصلوا بس فيه حاجات تانية عملها حاجات تانية عملها أقولك زي إيه يقولوا كده يقولوا عارف أفضل عشر دقائق ممكن تشوف فيهم السوشال ميديا التلات ساعات اللي قبل النوم العشر دقائق التلات ساعات اللي قبل النوم فده خطر خطر شويتين ثلاثة هل ده عمل أشكال من الإدمانات في حياتنا؟ آه والنهار ده عن نتكلم عن نوع معين من الإدمان يتعلق بالسوشال ميديا اسمه إدمان إيه؟ إدمان ناشر الصور السيلفي بتاعت حياتنا كلها إحنا مشانا نتكلم عن ده أنا عندي رأي شوية اسمعوا لي يعني إن السوشال ميديا لما نشأت نشأت وهي كانت محتاجة شويتين ثلاثة نظرة من علماء الاجتماع وعلماء النفس لإني لها أثر نفسية واجتماعية ضخمة وعشان كده وإحنا لو نيجي نتكلم عن السوشال ميديا لازم يكون معنا أحد الخبراء في الكلام عن الأثر النفسية لكل مفردات جديدة في حياتنا وعشان كده معنا الأستاذ الدكتورة حنان الرصاص أستاذ الطب النفسي دكتورة حنان إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك أهلا بحضرتك هو فعلا ممكن يكون الإفراد في نشر صور السيلفي بيوصل لحد الإدمان ولو كان كده إيه العلامات؟ هو ممكن طبعا يعني للأسف إدمان الحاجات كثيرة في الموبايل وخصوصا زي ما حكرا قلت السيلفي موجود بشكل عالي يعني العلامات إن الشخص بيكون يعني هتلاقي كل اهتمامه بسيطة كده يعني كل اهتمامه في أي مثلا حدث في أي مثلا خرجها وبيخرجها إن هو يتصور فكأنه بيقلل أهمية الأشياء الأخرى فحتى بمسامي أي حاجة في الإدمان بمسامية السهم الدافعية حاجة اسمها موتيفيشن تقسيسي إنه بأي حاجة تانية مش مهمة لفوق أن أنا مبصف بس مهم أن أنا أعمل حاجة دي حاجة تانية إنه هو بيكون صورته عن نفسه بياخدها من رأي الآخرين هو أسلاً ما عندهش انتباه تماماً لنفسه لو حد بقى منعه أي بقى إدمان بشكل عام حد منعه عن الحاجة اللي هو عايز نعملها أنا ممكن ليله أعوض انسحاب يعني إنه هو يبدأ يتضايق يعني إنه هو يتضايق يتوتر طب يخليك معنا في الأعلى طب بس ياخدوا الصورة دي يبدأ يتنكز للحد أصرع عليه مثلاً هو يسيبوا الموبايل ممكن أول ياخده مثلاً صورة بعد كل شوية لأنا عايز أكتر يعود يتابع ويشوف ودود الأفعال كل الحاجات دي الصورة دي والله الصورة دي ما كانش سناني باينة فيها الصورة دي ما عرفش إيه فياخد القاعدة كلها بيصور نفس الصورة اللي هو في دماغه وينسى الهدف اللي هو كان قاعد موجود عقلينه بالزبط بالزبط وده الدافع الوحيد طب إيه أكتر الفئات المعرضة لهذا النوع من أدمان أدمان الصور السيلفي وهو طبعاً يعني في الأوينة اللي إحنا فيه هالتينيجرس لوما لفترة الناس المراحقة يعني وإن كان صراحة هو موجود في أعماره كتير صحيح على حسب خصوصاً الشخص إيه هو بيشوف نفسه في عين مين عين نفسه ولا عين ناسه القريبة اللي هما يهموه ولا عين الناس اللي هو بيخض معاهم ولا عين ناس أخرين عمتلاً بس هو مش شايف نفسه فأي حد هو عنده مشكلة في الإيشو ده في النقطة دي يعني أو إن هما بيحب يشوه شوية بيحب يظهر شوية أو اعتماد شوية على الأقل آخرين فيه أي حاجة يعني بتخص هذه الجواني بشوية ده جزء من الموضوع يعني بيكون عندهم موضوع بشكل عادي بس طبعاً أختار هارتين إيشجر لأن صورتهم بتتكون دلوقتي عن نفسهم هل في أسباب تانية؟ فده من أسرع الظروف يعني هل في أسباب تانية غير السبابين اللي حتى قلتينهم ممكن يخلي الناس تدمن ده في أسباب أخرى بتخلينا ندمن السلوك ده هو كذا حاجة أول حاجة من أقطة حاجات السيئة إن في أعمار بيضعهم يعني مبايلات بتكنولوجيا عالية بحاجات كده الحاجة المتاحة يعني يعني ده متاح فان هعمل كده أي حاجة في الإدمان الحاجة هي متاحة بشكل عالي ده ممكن يخلي يستخدمها ما يكتر الحاجة التانية طبعاً إن الناس خدوصاً السنة دوت صورتهم عن نفسهم بعضهم بتبقى متكونة من من؟ من أرائي الآخرين الحاجة التالتة طبعاً وقت الفراغ الحاجة المهمة بقى في مدارة طربة الحاجات دي كلها ندي كلها عوامل إن السيلفي ما بيتاخد هو سيلفي تاخد وبعد كده بيتحط على السوشيال ميديا السوشيال ميديا بعضها متصمم إنه هو إن أنا كل ما أخد لايك كده الدوبامين عندي بيعبق لكده أنا بأخد نشرة ببساط زي جوعة الإدمان فطبع أنا ما أخد المراتي مثلاً خط عشر فبتحصل ارتباطات شرطية بتحصل ارتباطات شرطية بناء على ده وكل مرة ببعايز أعلي الدوز بتاعت اللايكات عايز أعلي الجرعة حلو هو التعبير ده يعني اللايكات بتعتبر دوز دلوقت في الحالة دي بتعتبر دوز زي الدوز اللي موجود بالزبط في الإدمان والشخص كل شوية ما بيبضاش بالهوفيا وعايز أعلي عشان يحصل على انبساط اللي كان بيحصل عليه في العشرة لا بي لازم يجيب مية عشان يحصل على انبساط العشرة يمثل مية تولانس لوهات تعود لازم يعني يعني يتعود على الإفكت فلازم يعلي الحاجة يعني أو ينتظر له الحاجة الهجيرة طب إيه الأثار إيه أثار الإدمان ده على الصحة النفسية للشخص اللي هو بيضمن نشر الصور السلفي ده هو أول حاجة وهي أهم حاجة صراحة أن صورته الذاتية عن نفسه متكسرة لأنه أخذها عن أوراق الآخرين فأوراق الآخرين يميحوني يميزموني الحاجة الثانية الشخص هو أكتر ريح ده هو يعرف نفسه يعرف أنه إيه فيه الميزات إيه فيه الحاجات لها محتاجة أشتغل عليها إنقاط القوة بتاعتي فأنا صورتي عن نفسي مش واخذها لهم الآخرين الحاجة بقى الأسوأ إن أنا ما أخذ الفيزيك الشغل التخاريدي يعني الشكل الخاريدي أو التقييم الخروجة أو التقييم الناس اللي معايا الحاجات المتاليستيك الحاجات المادية مش تقييم حقيقي للبني إدر صح فكده هو قيمته بقيت في الصورة مش فقيمته في زيته وخاصة بس اختصار يعني وخاصة أن إحنا كنا العصر اللي فات كان عصر الصورة إحنا دلوقتي بقينا محبوسين في سجن الصورة للأسف أنا مش عارف ما فيش أي تفاصيل تانية فالس حوالي ألف شكر لحضرتك يا دكتورة ودايما حضرتك بتملي حوارنا نور وبتخلينا نعرف كل التفاصيل عن كل الظواهر اللي بتحصل لنا من جانب النفس شكر لحضرتك يا دكتورة حنان السيلفي يا سادة ما بقاش أقول لكم الحقيقة السيلفي ما بقاش جزء من الحياة في ناس حياتهم بقت هي السيلفي وعشان كده ما بقاش بس إدمان ده بقى هو الحياة في ناس بتاخد سيلفي وهي صحية من النوم وهي خارجة من الحمام في ناس بتاخد سيلفي وهي بتربط تربط الجزمة وهي بتقع من بتاخد الجيلاتي أو بيقع منها الجيلاتي أو بتاخد سيلفي وشعرها منكوش أو وهي بتسرح شعرها الحياة بقت هي السيلفي عندي بعض الناس آه نشر صور السيلفي بيكون وسيلة للتواصل ومشاركة لكن لما الحياة تزيد عن حدها بتضر أكتر ما تنفع وشوف مثلا الشباب ادمنهم للصور وما في الجيم ازاي في ساعة التمالين يقعد يصور نفسه يصور نفسه يصور نفسه يصور نفسه خلي بالك ان ده بيخلي الانسان عايز يهرب من حقيقته وخلي بالك ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ان الانسان يعيش حياة مش حياته ليه طيب لانه لما يعيش حياة مش حياته بيعمل ايه بيعيش حياة موازنة بيبقى هو عايز يقول للناس انه هو صورته احسن من كده فما يكونش عنده الرضا ايه اللي حاصل هو من جوه ما عندهش رضا وعشان كده بيطلب الرضا من عند الناس وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وعشان كده في الاوقات اللي بنضيع فيها السعادة والاحساس بنعمة ربنا سواء كنا بقى خارجين مع اصحابنا بنقضي معهم وقت او مع الاهل فبيتضيع البهجة والدفع واحنا مشغولين بتصوير انفسنا عشان نشوف السور دي وان انا خدت كم لايك زي ما اتفضلت الدكتورة قالت فبيجي حد يقول ان محدش يمد ييده قبل الاكل على الاكل قبل ما صور فالناس تحس ان ايه ده هي السورة اهم من ان احنا نفرح وان احنا نكون مع بعض طيب ده فيه كسر الخاطر وفيه عدم اهتمام بالناس والحالة دي تمنع الحب حضرت النبي بيأمرنا ان احنا نحب بعض انت كده بتنوحر حول ذاتك انت عندك ايجو وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء ان فعلتموه وتحببتم قفشوا السلامة بينكم وقلنا ان السلام ان انت تعيشوا مع بعض ولزاك في حديث التلميذ اللي اخرجه عن سيدنا عبدالله بن عباس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين ان يؤكل يعني ايه الناس ده يتباروا مع بعض في الطعام مش ده برضه ممكن يكون وحنا بنصور الطعام السلفي على فكرة انا عندي طعام وانا باكل في مكان انت ما تكونش بتاكل منه طب ايه اللي حاصل اصبح ده من طعام التباري عشان كانت السلفي الكتير انت مش بتصور حياتك انت بتصور بتصور ايه انت بتصور حياة تانية من صورتك الحقيقية انت بتصور الصورة اللي عايز تظهر بيها وسط الناس فعشان كده بتبقى خداع ومن غشنا فليس منا فمسلا تشوف ناس بيزعاءوا الأولادهم عشان يبقوا هم وقفين وهم بيلعبوا ويبقوا ايه مبتسمين ويتصوروا وهم وقفين جميعهم بيتصوروا ويكتبوا حبيب قلبي ونور عيني وموقت فؤادي اللي هو طول النهار قاعد يكسر فيه ويهبدوا ويضربوا وعشان كده المسألة بقت كارثية السؤال اللي احنا بنعملها احنا بنرب اولادنا عن نفاق بنرب اولادنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبة يزور واحد بيخدع الناس واحد مزور احنا بنزور حياتنا بعض الدراسات بتقول اعتبرت ان افراد في نشر صور السيلفي نوع من انواع الاضطراب فحددت مثلا دراسة عربية ان التلت تلت مستويات ليه فبيانت ان الاضطراب الخفيف هو التقاط تلت صور تلت مرات في اليوم من غير نشرها والاضطراب الحاد هو التقاط صور السيلفي ما لا يقل عن تلت مرات يوميا ونشرها على السوشيال ميديا والاضطراب الموز من ما بيحصل لما يحصل تضعف السيطرة على الرغبة دي في التقاط الصور على مدار الساعة ونشر اكتر من ست مرات في اليوم ايه ده؟ ده الدراسات كمان مهتمة احنا دخلنا في منطقة الخطر وحددت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دراء ولا درار يبقى يتمنى السفل بيساعد في تأكيد تضخيم الزات عند البعض زي ما لحظت الدراسات فيفضل دايما الشخص مهوس بانه يكون محط انظره واعجاب الناس ويزيد العجب بنفسه وكمان ده يخليه يدخل في المهلكات لان حظت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعد المهلكات زي ما في الحديث في التبراني وفي البزار بساند حسن عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى المتبع واعجاب المرء بنفسه اه انا بشوف ناس بيعملوا اعجاب لنفسهم قبل ما يعجب من الناس اعجاب لنفسهم ليه عشان هو معجب بنفسه وبيزعل من الناس اللي مش معجبة به زي ما هو معجب بنفسه وبالرغم من ان البعض بيدمن السلف كوسيلة للتعويض تعويض ايه تعويض الاهتمام تعويض المحبة فهو كمان بيعوضوا عن عدم الثقة بنفسه إلا انه كل ما بيدمن اكتر كل ما بيتآكل ثقته بنفسه لانها بتكون مرهونة بيكمل اعجابات اللي اعجب بيه بالناس والتعليقات اللي هو معلقوا بيه على سلطه او على اللقطة اللي هو اخدها الشخص المضمن للسيلفي بيبقى عنده احساس بالقلق ومترقب دايما نظر الناس دي واردود الافعال من خلال الاعجابات اللي بتحصله واعداد المتابعين اللي ممكن تدفعه احيانا انه يمارس ممارسة انا بسميها التسول العاطفي الالكتروني يتسول يبقى متسول احنا بقى عندنا مش عندنا المتسول بس اللي بيمسي في الشوارع المتسول كمان اللي بيكون على صفحات السوشيال ميديا ويتمنى من اين حد يحط له لايك او يحط له شير وعشان كده بيعرض نفسه لخطر حقيقي في زيادة الاعجابات عنده انه هو يحبط اذا ما حصلوش ده يبقى مود من صور السيلفي بيزيد شعوره بالميزاجية والاكتئاب ودهت مخاطر وكأن الانسان بيجلب على نفسه المهلكات بسبب سعيه انه هو يوصل للكمال عشان يرضي المعجبين بتوعه كنتم يسمع واحد دايما يقول لي انا بقيت شخص مشهور على السوشيال ميديا ففيه حاجات ما قدرش اعملها يعني ما قدرش انزل مع اولادي خلاص بقيت انا شخص مشهور فعشان كده واحدة من الدراسات وهي بتبين اثار الادمان السيلفي قالت ان الانسان بيشعر بعدها من رضا عن شكله عن شكل جسده واحيانا بتوصل للشعور بالاستياء ويوصل ان هو يسعى بكل وسيلة ممكنة ان شكله يبقى اجمل اقول لكم حاجة هم عملوا الفلترات دي ليه عشان في حد درس وحل ان الناس عايزين يبقوا اجمل عايزين يبقوا في حالة افضل من الحالة اللي هم فيها او يخبوا حاجة ويعيشوا بطريقة جزابة ويجملوا نفسهم عشان كده بيحصل ان الانسان لما يكون على السوشيال ميديا ما بيبقاش راضي عن نفسه بيبقاش راضي عن حالته ويحصل ان هو يجمل نفسه لدرجة ان الناس كتيرة بدأ عشان يظهروا على السوشيال ميديا عملوا عمليات جميل كتيرة وهي غير موجودة في حياته فيفضل اسير مسألة الادمان وكأن عدم الرضا عن شكله بيربطه اكثر بدائرة الادمان ويفضل الدائرة يفضل هو بيدور في ساية الادمان لان من خلال الصور هيعمل على مشاهدات فيجيله فلوس فيقدر يصرفها على تعديل شكله ايه ده؟ يعني هو هيجيله فلوس لما يحصل لعجابات اخرى فيروح يعمل عملية تجميل ويرجع مرة تانية واولادنا خاصة مراقين منهم وهم في مرحلة بيبحثوا فيها عن هويتهم اه دي انت قعد تجيب لنا والله انا بقول لكم الحقيقة للدراسات والابحاث والتحليل اللي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الإنسان على نفسه بصيرة انا باعتبار الإنسان لازم اهتم بمشاكل اهلي الناس المراقين بيكونوا عرضة لإدمان السيف واضراره بشكل كبير جدا عرضة ان هم بيدوروا على قبول الناس واعجابهم بأي طريقة ممكنة ويبقى أولادنا محتاجين ان احنا نساعدهم على انهم يعرفوا هويتهم الحقيقية ويعيشوا الحياة الحقيقية ونفتح لهم مجالات يجربوها من خلال مواهبهم وقدراتهم ومنسبهمش عشان يضيعوا وساعتها تزيد ثقاتهم بنفسهم ونعلمهم حاجة مهمة جدا ان قيمتهم مش في عجاب الناس بيهم ولا بمظهرهم ولا بالسطيل بتاعهم قيمتهم ان هم يقدموا قيم حقيقية في الحياة وبيعيشوا ويعيشوا الناس بانهم ليهم قيمة ونحاول كمان ان أباءهم يكونوا متزنين فيتعلموا من أهلهم الاتزان ومن أهم أشكال الاتزان اننا ممتنع عن النقد المبلغ فيه عشان ما يروحش هو ولا كمان ادلع الزايد ولكن نكون متزنين لا ننتقد انتقاد مبلغ فيه فنحطم الأولاد ونكسرهم ولا ندلعهم دلع زايد يبقوا مرئين ومشعين فإنهم نحمل عليهم قيمة ولا إنهم يحملوا قيمة في الحياة ولازم نربيهم بالرحمة ونربيهم بالاحترام ونربيهم كمان على إنهم يحمدوا ربنا على النعمة ويمتنوا للنعمة اللي هم فيها ونعلمهم من خصائص ووظائف الزكور والإناس كل واحد دي وظائف إن مش بس مظهر خارجي لا ده أدوار في المجتمع ويبقى الولد فخور بأنه ولد والبنت فخورة بأنها بنت ففي الزكورة جمال وجماله في المسئولية والشجاعة والعمل والست جمالها في الرحمة واللطف واللين احنا نحتاجين ده كله وعشان كده احنا نقول لكم شوية إجراءات نحاول بقدر الإمكان إن احنا نحاول نوصل لحل عشان نبطر الإمكان ده بدل ما أولادكم بيدمنوا الصور في عيون الآخرين جملوا أولادكم في عيونكم وعشان كده لازم نبرز محاسن أولادنا ونشجعهم دايما عشان يحبوا صورتهم في عيوننا بدل ما يروحوا يدوروا ويتسولوا سورتهم وشكلهم من الناس لازم نحمد لازم أنا ما ينفعش إن فيه أم ما تقولش لبنتها إن أنت أجمل بنت في عناية لازم تقول لها كده لازم تخليها وثقة من نفسها كأنثة لازم لاب يقول لابنه إنت زميلي وإنت صديقي وإنت صحبي اللي كتفي بكتفه وإنت اللي بتقف جنبي لما بيكون محتاج حاجة هيبقى محتاج إنه هيبقى سماعه للكلام ده هيخليه واثق وما يخلوش يتسول عشان ما يروحش يعمل احتواء أنا دايما بتكلم عن حاجة اسمها الاحتواء الايه؟ الاحتواء البديل لكن فيه كمان حاجة اسمها تسول الاهتمام عشان كده لازم نقول لأولادنا كلام إيجابي عنهم ونساعدهم على إنهم يمتلكوا معاني تخليهم ليه مقيمة عندنا أولا ولازم نخصص أوقات من غير شاشات نقعد مع بعض كده لتليفونات وتليفوناتنا بعيدة عننا ونعمل أنشطة مشتركة مع بعض تساعدنا كلنا زي الألعاب الزهنية والبدنية بدل الألعاب اللي على الشاشات حاجة الثالثة والمهمة لازم نبدع وننوع في توسيق الذكريات الحلوة بتاعتنا يعني تعالوا نكتب كلام تعالوا نكتب رسائل لبعض يلا 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 يا أولاد الوقت ده جميل أوي ممكن نكتب كلمات لبعض ونحطها طيب ما إيه رأيكم تعالوا نعمل حاجة حلو يا أولاد إيه رأيكم نعمل حاجة اسمها بطرمان السعادة نكتب كل واحد فينا كلمة للتاني ويحطها في البطرمان ده ونكتب كده ونبتقى ديه إيه رأيكم تعالوا نعمل إيه نرسم كل واحد فينا رسمة للتاني ويكتب عنه عليها شعوره اللي هو حاسس بيه نطور ممكن نبعث لبعض رسالة مكتوبة نكتبها مرة تانية وكل واحد فينا يسيبها للتاني في غرفته من غير ما يشوفها أو ممكن نلعب ألعاب تانية ممكنة ألعاب كلها بتقول لي أن كل واحد فينا ليه أهمية عند التاني ممكن يكون ده في ركن من أركان البيت فيه صور للذكرات السعيدة يبقى عندنا كده زي معرض البيت معرض البيت اللي هو معرض إيه ولو نقرأ يبقى فيه كتاب للأسرة بتدون فيه كل ذكرياتها ويبقى دوة الكتاب دوة معهم على طول إجراءات البسيطة اللي احنا قلناها دي اللي هي الإجراءات التلاتة اللي أنا أذكركم بها دلوقتي أو الإجراء ببساطة نهتم بأولادنا وندعمهم ونحسسهم أن احنا دايما في ظهرهم وأنهم أجمل ما يكون ونعمل أنشطة مع بعض ونعمل كتاب الذكريات اللي هيخلينا في سعادة وفي هنا وأكثر حبا للجلسة مع بعض وأكثر اهتماما بنظرنا وجمالنا اللي كل واحد فينا بيشوف التاني به يا رب كن عاوننا على أن احنا نخرج من السجن الصغير ده سجن الذات وسجن نظرة الناس عشان ندخل في حضرتك الواسعة نرار الجمال على حقيقته في أنفسنا وفي الحياة ونخرج من سجن ضيق النفس إلى ساعة نظرك يا جميل بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره لكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والله تعسره اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم واللي احنا دايما بتكون وسيلة التواصل بيننا وجسر النور اللي دايما بيخلينا نبقى في مجلس النور اللي احنا فيه ده ونجاوب على أسئلتكم ومعانا أول سؤال بيقول من ساعة ما والدي توفي من سنة وأنا الموت قدامي في كل لحظة والخوف متحكم فيها لما أسمع أي حد مات ونفسيا بكون سيئة جدا وبخاف دايما من بكرة السؤال ده مهم لأن بيحصل كتير قوي ده بقى السؤال ده في غاية الأهمية لأنه هو دايما الناس بيحصل لها كده ده اسمه شعور ما بعد الصدمة حصل لحد صدمة الفقد ففقد حبيبه فيه اللي حاصل يحصل له هذه الحالة الحالة هو إيه؟ حسس إن حياة خلصت حسس إن حبيبه مات وخد حياته معاه فبقى هو حسس إنه عايش ومش عايش مش عايش ليه؟ ما خلاص هو شايف إن حياته كانت مع شرك حياته شايف إن حياته كانت مع أبوه مع أمه زي ما في حالتنا كده هو شايف إن حياته كانت مع والدها فإيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ببساطة خالص إن احنا كنا لازم نتأمل شوية في قوله إن لله وإن إليه الرجعون ليه بقى نتأمل في ده إن لله يعني الحياة كلها لله وسنعود إلى الله سبحانه وتعالى إن مين المتوفى وأنا مش المتوفى بس ما قالش إنه لله لكن إن كلنا لله يعني اللي توفد ما رحش العدم ده الله سبحانه وتعالى يملكه وهو الآن في حياة حياة برزخية وأنا كمان في حياة هل بيننا وصال؟ آه بيننا وصال وبيننا وصلهم بيننا حياة أو بيننا حياة فأنا ممكن إليه حاصل؟ أبعث له هدية؟ ممكن أبعث له هدية وأحس إنه أحسس بي آه وأحس إنه أحسس بي ربنا ممكن أن يعرض حالي عليه وعشان كده بمسألة بسيطة خالص أول حاجة الذي فقدتي أو الذي فقدته ليس عدما ولكنه إيه؟ يعايش في حياة تامة فدي حياة وليها قوانينها فأنت ممكن تكلمه وممكن تبعث له هدية وممكن تطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يحسسك إنه إنه مازال موجود ما بقاش عدم دي أول حاجة تاني حاجة إحنا فين إحنا من إن إحنا حياتنا لما بنفقد لابد إنه فيه جزء من حياتنا كده نغير برنامج حياتنا فيه نضيف حاجات مساعدة في حياتنا أكيد في حاجات ساعدة ممكن تدخل السعادة على قلبك بطير لازم تعمليه الحاجة التالتة نزود الزكر شوي نزود الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزود الزكر وهنا 129 مرة يا لطيف مهمة في الحالة بتاعتنا دي يبقى نقول كل يوم 129 مرة يا لطيف يبقى هو المسائل التالتة هم أول حاجة أعرف إن الوالد اللي أنا فقدته ده ده ما بقاش في العدم ده موجود الحاجة التانية إن أنا أعمل شوي التغييرات في برنامج حياتي يتناسب من إن فيه حاجة فيه حاجة في وقت إضافة كده كنت أنا بقى أضيه مع والدي بقى موجود أنا ممكن أضيه في حاجة مساعدة لي الحاجة التالتة أزود الزكر أزود الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأزود كمان يا لطيف 129 مرة السؤال البعد كده بيقول إيه السلام عليكم لو سمحت إيه رأي الدين في الزوج الظالم أنا زوجة تانية وعلى طول مأثر معايا في الأكل والشرب وكسرة النفس وعلى طول كدب ومالوش وعود إيه اللي حاصل بقى؟ هو في كتير من الأحيين خليني بس أقول لكم ولذلك أنا دايما بنصح الناس وهم رحيين للجواز التاني إنه يبقى عندهم حرص أكتر من إنها تكون زوجة أولى ليه طيب؟ أنت بتكره الجواز التاني؟ لا 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 أنا بكس بتكلم دلوقتي في النصيح بلاش تحاول تاخد موقف من كلامي أنا دلوقتي بقول إلا أنا جايبه من جلسات الإرشاد الزواجي ليه بقى؟ ليه تكونوا أكثر حرصا؟ أقول لكم الحية كتير قوي بيبقى الجواز التاني أنا آسف في الفضل عليكم بس أنا بنقلكم الواقع كتير بيبقى الجواز التاني رخيص رخيص في إيه؟ رخيص في مسألة البذل من أجله ومسألة وضعه في جزء من الخصوصية وكمان وضعه في الجانب الاجتماعي فيبقى مثلا فيما يتعلق بما أتكلفهم من أجل الجواز التاني ده يبقى النفقات أقل بكتير من النفقات الجواز الأولاني طيب ليه؟ موجواز تاني؟ لدرجة دايما فيه ناس كثيرة بيبقوا دايما بيسموا الجواز التاني ده الجواز الاستثنائي وساعات بيبقى جواز ترانزيت أنا عندي احتياج وعندي أزمة وساعات على فكرة الاتنين بيتجوزوا عشان يعملوا كده وأنا كده بقول لا ما هو ممكن يتجوزوا عشان عندهم احتياج لبعض ويعيشوا بداء على فكرة ويبقوا كويسين لكن أنا بتكلم على أكثر الحالات اللي أنا شفتها فبيبقى جواز جواز ترانزيت يعني إيه جواز ترانزيت؟ هو واحد بتجوز كده المدة ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل؟ لما يزهق هيطلق هو ما بيقولش النفسه كده لكن هو بيبقى حاسس بكده حاسس أنه عنده احتياج فعايز يتجوز فهي تجوز وأنا آسف يعني وبعض الناس بيستغلوا احتياج الزوجة التانية لحد إما حد يحتويها أو حد يأمنها أو حد ينفق عليها فنستغل لده فيحصل حالة من حالات الابتزازة العاطفي إن هي لأنها هيئة محتاجة ده فتجوزها ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل؟ لما تأدي دورها في حياته بتتحول زي الطبيخ البيت بس نفسه تعاف ومش مهتم بيه فيجينا بقى السؤال ده إيه اللي هو السؤال إيه بقى؟ السؤال الظلم دايما أنت وراح تتجوز الجواز التاني لازم تعرف إن أنت عندك احتمالية الظلم وإزاي كالله سبحانه وتعالى قال في الخوفة ما اللي هتعدله فواحد فأنت لو خايف إن أنت ما تعدلش ما تراش تتجوز هتوقع في الظلم طب دلوقتي الشخص الظلم ده يعمل إيه؟ لو عايزان يكلم زوجك اتقل الله في زوجتك دي زوجة ليه حقوق وهتتحسب على فكرة فيه رجال كاسين من رجالة فاكرين أنه هو يتحسب الحساب التام عن المسئولية وكلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيتي عن الزوجة الأولى أبدا كل واحدة أنت متجوز عنها مسؤولة عنها مسؤولة عن نفقتها مسؤولة عن خطرها وعرف أن الزوجة أنت مسؤولة عن قلبها وكسرتك لقلبها ده ظلم فوق الظلم منعك لحقها في النفقة ده ظلم وكسرك بخطرها كمان ظلم فاتقوا الله في زوجتكم وما تضيع عمش ونلتقي بعد الفاصل عشان نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم وعنا أسئلتكم المباركة والسؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمري خمستاشر سنة أنا الحمد لله بصلي وبقرأ قرآن والحمد لله ماشي على الصلاة المستقيم ولكن أنا دايما لما بنام في النهار بشعر بشخص مكتفني ومش ببقى أدرى أتحرك وكمان بيبقى صحية وبحاول أني أحرم نفسي ولكن مش بيبقى في فايدة ودايما حد بيوسوس في أذني وبسمع ضحكات شيطانية وكمان حد قال لي أني هأكلك من النار من نار جهنم تلات مرات والموضوع ده حصل معايا لحد الآن تلات مرات وبيكون في نفس المعاد على المغرب أو العشة يريد حضراتكم تساعدون أول حاجة أول مساعدة الكلام ده فصل مالحو داب خلاص انتهى ما تلتفتيش إليه ولا في أي حاجة الشعور ده بيشعر بيحصل لبنات كتيرة لأن هي بيبقى عندها خوف على جسدها أو عندها خوف على حياتها فبيحصل لها في الفترة دي فترة المراهقة بيحصل لها هذا الخوف لأن هي في الحقيقة بتحس لما بتتغير حياتها وتتغير السمات شخصيتها وسمات جسدها كمان أن احتمال كبير أن هي تتعرض لخطر بسبب هذا التغير فبيحصل له ده بيحصل لبنات كتير وقد يكون ده سببه التعرض لمخاطر في الصغر في سن سبعة أو تمانية أو تسعة فبيحصل كل ده الخلاصة أن الكلام ده ولا تلتفتي إليه ولا تهتمي به خالص يبقى أول حاجة ولا تلتفتي إليه ولا تهتمي به الحاجة التانية أنت حديك بتقولي أن أنت بتصلي محتاجة تذكر الله سبحانه وتعالى أكثر فتذكر الله سبحانه وتعالى ويريد تذكر الله سبحانه وتعالى بالحاجات اللي تريحك يعني شوفي إيه الذكر لو بتحب تقولي يا ودود يا لطيف يا رحيم يا حفيظ كل ده ممكن تقوليه وتقوليه بعدد تحس معه بالراحة يبقى تعملي الكلام ده كمان أمر التاني أن أنت في احتياج أن أنت تدوري على إيه السيماتيك الشخصية الكويسة يعني اسألي اللي حواليكي أنا أنت شايفيني إيه أحسن حاجة فيه وإنت كمان تبص جواكي إيه الحاجة اللي أنت لما بتعمليها بتفرحي وبتسعدي وبتنجحي لما تعملي التلات حاجات دولة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون معاك وخلي بارك دايما أن أنت في حفظ الله دايما رديت على نفسك أن أنت في حفظ الله فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين الله لطيف بعبادي ما تخفيش ولا عليك أي شيء وإن شاء الله لو عملت الإجراءات دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك ويسر لك أمرك السؤال بعد كده بيقول ما حكم الدين في أني ببقى متضايقة من وجود إخوات جوزي بس غصبا عني لأن كل حاجة علي وهم موجودين طول الوقت حس بزنب أني متضايقة من جوايا مع أني مش بقدر أبين ده قدام حد أعالج ده إزاي عشان ما أشلش زنب أنا حاسس أن المسألة مش كده يعني أنا متعود بقى على المشكلات بتاعت الإرشاد الزواجي أن أنا ما بصدقش الكلام الأولي كده أو فيه سبب تاني السبب التاني في الحقيقة أن أنت شايفاهم بيبصوا لك على أنك أنت مش مهمة أو قد يكونوا بيبصوا لك أن أنت شخص محتاج يدسع ليه أو محتاج يتهان محتاج أنه يعرف إمته ده ممكن هو اللي بيخليك ما تقدرش تتحملي ده أو أن أنت شايفا أن حياتك ما فيش خصوصية فيها فهم من بوازلك خصوصياتك خالص هم موجودين طول الوقت فأنت مش عارفة تعيشي أنت كان عندك تصور للأسرة والبيت عندك بيبصدولك التصور ده إيه الحاجات اللي أنا ممكن أقولها لك أن أنت تعمليها أول حاجة عودي مع جوزك وكلميه قولي له أنا شوية مش قادر أنا شوية مش قادر أعمل كده أنا تعبانة طبعا فيه ستات كتيرة بيبقى عندهم حاجة لا بتقدر تقول لا وفي نفس الوقت إيه اللي حصل ما بتقدرش تطلب مساعدة لازم تبطلي ده تروح لجوزك وتعودي معا كده فيها ده لطيفة خالص وتقولي له أنا بحب أهلك وبحب كمان أن أنا أضايفهم بس أنا مش قادر فأنت تقترح علي إيه عشان أقدر أقدر يبقى فيه جزء مني سعيد عشان تبقى حياتنا الأسرية سعيدة أنا مش عايز أفقد سعاتي ولا عايز أفقد شغفي ولا حبي للأسرة قولي أعمل إيه ولذلك حضرة النبي إحنا كده بنفعل إيه بنفعل قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعاية حسسي جوزك أن أنت محتجاله وطراحي ده في شكل سؤال يبقى أول حاجة تروحي تحوريه وتقوله له ده وتطراحي ده في شكل سؤال وتشوفيه الإجابة بتاعته هتكون إيه هتقولين أنا خايفة أن أنا أحبط تكرر السؤال ده بصيغة تانية ما تمليش لأنه جوزك جوزك وهو ربنا يجعله سندك ربنا يجعله داعم ليكي فلازم تكون أنت دايما متصلة معاه الأمر التاني أنا أقوله لك وجربيه جربي أن أنت بتمارس الكرم يعني إيه بتمارس الكرم بتعملي حياتك فيها كرم أنت بتكرميهم عشان ربنا سبحانه وتعليكي وكمان يجعلك في حياة سعيدة وحياة كريمة فإذا اعملي الكلام ده من باب الصدقة اعملي الكلام ده من باب أن ربنا يفتح عليكي آخر حاجة ما تخليش وقتك يفوت منه وقت طويل أو أنت ما بتذكرهش ربنا تذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة الصلاة على حضرة النبي وخاصة بصيغة الصلاة التازية اللي هي في الحقيقة صلاة بتريح القلوب وصلاة مجربة اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله يا رب جعلنا دايما في رضاك وفي حماك احنا النهاردة تكلمنا عن شيء مهم جدا شيء عايزين نتخلص منه فتعالوا ندعي ربنا أنه يمدنا بقوته ويشيل من قلوبنا هذا الإدمان إدمان الشهرة وإدمان الظهور وإدمان اللايكات وإدمان الشرياء التشير عشان ده بيخلي همنا كتير تعالوا ندعي ربنا أنه ويعنا أن احنا نتخلص من كل هذه الهموم وهو سبحانه وتعالى لطيف بنا فيا لطيف تلطف بنا ونق حياتنا من سواد الإدمان ومن سواد أن ننظر إلى رضا الناس وننظر إلى الرضاك أنت وحدك يا رب العالمين اللهم اغمرنا بجمال نظرك حتى يكفينا رضاك عن طلب الرضا من سواك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا جميل يا أرحم الراحمين